رغم بشاعة الحرب وقسوتها، لا يزال في سوريا متسع للفن والجمال هذا ما أعلنه فنانون تشكيليون سوريون في معرض أقيم في العاصمة الأردنية عمان شارك في المعرض سبعة فنانين سوريين قدم كل منهم في أعماله التشكيلية رؤية مختلفة للأزمة الإنسانية التي سببتها الحرب في سوريا الهدف هو أنه يوصل شغل فنانين الشباب السوريين اللي عم بيعشوا هذا الزمن الصعب والتحولات اللي عم تصير ببلدهم يوصل لأكبر عدد ممكن من الجمهور ويشوفوا أنه شعب السوري هو منه عدد من الأكفان فقط الشعب السوري هو شعب حي وعنده كثير من الطاقات والإبداع وبيستاهل أنه يكون عنده حياة طبيعية لأولاده كما يقول القائمون على المعرض أنه يهدف أيضا إلى تسليط الضوء على مواطن الجمال التي غطى عليها السراع في سوريا عندنا جمال كثير صحيح من الخارج هو هلأ عنف قتل وموت بس بالداخل بعده جمال موجود ومنقدر عن طريق الفن أنه نتغلب على كل هاي المشاكل اللي صادفناها واللي هي دخيلة على المجتمع السوري لم يقتصر هذا المعرض الذي غلب عليه الفن التجريدي على أعمال فنانين سوريين في الخارج إذ عرضت أعمال فنية لفنانين ما زالوا يعيشون داخل سوريا أما الحضور فلم يقتصر على السوريين فقد اجتذب المعرض زوارا من الفئات والجنسيات كافة التعبير عن أثر ما يحدث في بلادهم الآن في سوريا بشكل مباشر مش موجود لكن المعالجات الموجودة الميل الأولى القاتمة الأسود ومشتقاته والأبيض ومشتقاته كمان يعني بشير لأنه يعني فيه معاناة ويستمر المعرض في عمان حتى السابع والعشرين من فبراير ويخطط القائمون عليه لنقله بعد ذلك إلى ألمانيا والولايات المتحدة والمغرب وتونس ترجمة نانسي قنقر